انابت صاحبة السمو الملكي الامير سبيكة بنت ابراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد رئيسة المجلس الاعلى للمرأة حفظها الله سعادت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة نائبة رئيسة المجلس لترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في برنامج عمل الحكومة واكدت الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن الخليفة اهمية الجهود التي تبدلها الجهات الحكومية والرسمية في تنفيذ مفردات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة البحرينية في برنامج عمل الحكومة مشيدة بما تحقق من انجازات حتى الان في هذا المجال مع السلطة التشريعية وكذلك مع القطاع العام والخاص والاهلي ولفتت نائبة رئيسة المجلس الى ان نجاح مملكة البحرين في ادماج احتياجات المرأة من شأنه المضي قدما في تعزيز سياسات نهوض المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في التنمية بدورها اكدت الامين العام للمجلس الاعلى للمرأة سعدت الاستاذ هالا الانصاري حرص المجلس للعمل مع جميع الشركاء من اجل دعم ومتابعة الجهود الوطنية لادماج احتياجات المرأة في السياسات والتشريعات والخطط والبرامج الوطنية اضافة الى متابعة جهود كافة الشركاء المعنيين بتفعيل الموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة واوضحت الانصاري ان الاجتماع عرض تقرير الامانة العامة للمجلس الاعلى لمرأة حول اعمال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة وعرض تقرير الأمانة العامة بشكل تفصيلي إنجازات العام الفائت في مجال إدماج احتياجات المرأة في السلطة التشريعية وكذلك في القطاع العام والخاص والأهلي وعلى صعيد السياسات والموازنات المستجيبة وإدارة المعرفة والتدقيق والرقابة وقياس الأثر مشيرة إلى أن التقدم الكبير الذي أشار له التقرير يحفز المجلس الأعلى للمرأة للمضي قدما في تفعيل النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة وصولا إلى تعميمه على المستويين الإقليمي والدولي